طيب الاهلي صحيح راح النهاردة لكن معنا شوية اخبار عن نادي الاهلي وعن استعداداته او تحضيره لمباراة الترجي خلينا نشوف معنا ايه النهاردة في الاهلي نيوز روم سيناريو المباراة ده الشغل الشاغل لمارسل كولر ويمكن وخلينا اتفق وانا بقى من النهاردة زي ما وعدتكم هحاول اقرب لكم صورة الترجي النسخة الجديدة الترجي اللي هنقابله ان شاء الله باذن الله يوم السبت اللي جاي في رادس ومن بعدها الجمعة في القاهرة غير النسخة اللي احنا قابلناها في السنوات الاخيرة ابرز واهم تغييرين تقدر تلحظهم او يعني تشوفهم عملوا الفارق او صنعوا الفارق مع الترجي عاملين اساسيين اولا ميجال كاردوزو مدير الفني سي في محترم جدا مدرب مخضرم صحيح رصيدهم البطولات مش كبير او يمكن يكون محقاش بطولات لكنه درب يعني دايما لما تشوفوا السي في بتاعه وتشوفوا الاندية اللي تولى مسؤوليتها راح على لفل الوحش درب اندية كبيرة درب اندية بتنفس على بطولات درب في دوريات كبرى من دوريات الخامسة الكبرى على مستوى العاملين وخد بالك وصول الترجي ما كانش ضربة حظ يعني وصول الترجي المباراة النهائية ما كانش صدفة لا الحقيقة هو مقدم عروض كويسة جدا يكفيك بس يعني انها هتتكلم على فوزو على سانداونز زهابا وايابا عشان تعرف انك انت معاك مدير فني ومعاها عناصر تقدر الحقيقة انها تواجه اقوى اندية افريقيا فالمواجهة مش هتكون سهل على الاطلاق والراهان كاردوزو اعتقد هيكون على التسعين ديها الاولى يعني هو مش ما عندوش المساحة ما عندوش رفاهية انه يأجل الحسب لمواجهة القاهرة لانه هيبقى عارف ان مواجهة الاهلي على ملعبه وص جمهوره هيبقى سيناريو صعب جدا 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 على اي فريق في افريقيا على اي فريق في افريقيا فبالتالي رهانه كله على شوط الاول على تسعين ديها بتوع رادس ويمكن عشان كده مارسل كولر بيفكر بشكل كبير جدا هو طبعا بدأ النهاردة راحة صحيح من التدريبات لكن ابتدأ يحط البنمج الخاص بالتدريب الاهلي واستعداده لمواجهة الترجي ودرس الترجي نفسه يمكن هو مركز بشكل كبير جدا على المواجهتين الاهم اللي خدهم الترجي مؤخرا المطشين في دولة الابطال اللي لعبهم الترجي امام فرقة سانداونز والمباراة اللي لعبها وكسبها في البطولة المحلية وفي الدولة التونسي امام النجم السحلي دول المفتاح اللي هيحاول من خلالهم مارسل كولر انه يقرأ فكر او طريقة ميجيل كاردوسو النقطة التانية غير موديل فني هو الاسكواد نتكلم على مركاته يمكن يكون الاقوى على مشوار الترجي في العشر سنين الاخير وده هنتكلم فيه النهاردة بالتفاصيل عايز اطمنكم على حاجتين فيه ناس كتير قوي فاكرة انه عبد المنعم غاب في مباراة البلدية بسبب اصابة او انه كان بيعاني من اجهاد لا ده مش حقيق عبد المنعم وانا الحقيقة يمكن حتى من قبل المطش عبد المنعم وغيره قلت انه اتمنى انه الجهاز الفني يفكر في راحتهم لكن عبد المنعم غاب من مطش البلدية لانه كان فيه اقاف لانه كان عنده ثلاث انذارات ده بالنسبة لعبد المنعم فعبد المنعم جاهز بنسبة 100% لمطش الترجي يوم السبت اللي جاي عبد المنعم فايق الحمد لله عندنا كمان متولي مقدم مستويات رائعة اكرم في اعلى مستوياته الفترة الاخيرة فعندنا سلاسي مع وجود ياسر اللي بيتم تجهيزه وان شاء الله بإذن الله يكون قريب الرباعي ده يطمنك على خط ظهر النادي الاهلي الاهلي ان شاء الله ما عندهش مشاكل في الاسكواد مروان عطيه يمكن كان اشتكى من كدمة كده في مطش البلدية وهيغضع النهاردة الكشف طبي تحدد على بس اعتقد نها بسيطة وبإذن الله ان شاء الله يعني اعتقد مروان هيكون في الحسابات في مباراة الزهاب في رادس عندنا اكرم ما شاء الله في اعلى مستوياته امام في اعلى مستوياته افشا في اعلى مستوياته برضو الحقيقة يعني احنا الحمد لله الحمد لله ربنا يعدي الاسبوع ده بس من غير اي مشاكل الحمد لله الاهلي مش بس واصل بفول سكواد لكن كمان اللعيبة تكون لها الحقيقة في كل المراكز عندك اسم او اتنين تقدر تراهن عليهم بشكل كبير ودي مشكلة الحقيقة يعني انت برضو نتيجة التفوق ده نتيجة حالة الفواءان دي وكان الله في عون مستر مارسل كولر يعني هو طبعا عنده صداع دلوقتي اسمه نهاية دوري الابطال لكن ان شاء الله ان شاء الله بعد ما ربنا يعني يكرمنا ان شاء الله اذا قدر لي ان احنا نتوج بالبطولة الاثناشر في تاريخنا هيكون عنده صداع تاني لانه عنده توقف طويل تاني والجهاز الفني المنتقب عنده اسرار انه يضم لعيبة النادي الاهلي قبل الاجندة الدولية بفترة طويلة اللعيبة اللي ما بتلحقش التلتقة انفسها يعني اللعيبة اللي شغالة 24-7 مفيش 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 فاصلة وللأسف الشديد جدا البريك ده انا طبعا اتمنى لمنتخب التوفيق انا ما عنديش حاجة اهم من منتخب مصر يعني قولا واحدا ده شيء مفيش نقاش لكن في نفس الوقت ما انا برضو بتكلم لمصطحة المنتخب هي اللعيبة اللي مستنزافة دي اللعبة اربعة مطشط في 11 يوم ودخل اتحضر لاهم واصعب مطشن في السيزن متبقيين امام الترجي في رحلة سفر لتونس وبعدها مباراة العودة هنا في القاهرة مش من حقها ترتاح قبل ما تخش مع معسكر المنتخب وتلعب مطشن في تصفيات كاس علم مطشن مهمين جدا في تصفيات كاس علم تعلم بص بقى مش بس للكيف تعلم بص للكم مين النهاردة مرشح من الاهلي انه يدخل قايمة منتخب ويلعب اساسي كمان في المطشن بتوع المنتخب بتكلم على مصطفى شبير وبتكلم ورد على الشنوي طبعا حتى لو ما بيلعبش اه وانا عارف ان فيه تواصل بين الجهاز الفني وبين المنتخب انهم الشحات امام عشور افشة وكهرباء وعمر كمال انت بتتكلم في فرقة كاملة بص لأي فرقة تانية في الدول لو طلعت من كل فرقة لعيب او اتنين يبقى انت عدك العيب من كل فرقة الدولة لو طلعت لعيب او اتنين هينضموا للمعسكر ده يبقى انت تمام جدا فحالة التربص بقى على كل المستويات اللي بيدفع ضربتها النادي الاهلي دي مش مفهومة على الاطلاق يعني مش مفهومة على الاطلاق لمصلحة مين يعني لمصلحة مين مش قادر افهم صراحة على كل احوال فالمهم يعني الاهلي ان شاء الله فول سكواد جاهز زي ما قلت لكم عبد المرعم تمام مروان فحص طبي هاختم لاخبار بمنتخبنا الوليمبيا الحقيقة اللي استحق شوية ان احنا نتم بيه ومفكر فيه بعيدا عن الدوشة ولو ان الحقيقة روجيرو ميكالي ممكن يكون اكتر الناس سعادة باحسس انه الدوء الاضواق مش مصلطة عليه ومحدش واخد باله من المنتخب الاوليمبيا لكن المنتخب الاوليمبيا هو اهم ارتباط لكورة القدم المصرية على مستوى طبعا مشاركة في اوليمبياد باريس اللي كمان نكلم شهرين تقريبا وبالتالي الراجل تكلم على طبعا قايمة الاولية تكلم على اللعبة اللي فوق السن اللي بيفكر يضمهم قال انه طبعا بعد موافقة افسي نونت الفرنسي مصطفى محمد خلاص في الاسكواد مع قيمة المنتخب فضله اتنين لعيب تلاتة من المحترفين داخليا يعني بيفكر في امام عشور محمد عبد المنعم احمد سيد زيزو اتنين من التلاتة دول وفي حالة موافقة صلاح وليفر بول على الانضمام للمنتخب هيكون واحد بس منهم موجود مع قيمة المنتخب دي اخبارنا النهاردة في الاهلي نيوز روم تعالوا نفتح ملف الترجي ونتكلم في ارقامه واحصاياته ومشواره في دولي الابطال محترفينه او الصفقات اللي ابرامتها ادارة الترجي وتعالوا كمان نفكر شوية مين هو ميجيل كاردوز الموديل الفني الجديد وايه هي اهم سماته ونحاول نفكر ازاي ممكن يكون بيحضر لمواجهة الاهلي في رادس المواجهة الاهم بالنسباله واللي بنسبة كبيرة جدا ازا كان يسعى الى تحقي اللقب هيحاول ان هو يستغل الفرصة دي بافضل صورة ممكنة